افتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان وليعاهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى لقوات المسلحة في دبي اليوم افتتح مركزا للشباب يعتبر الأفضل عالميا والأكثر شمولا لمتطلبات الشباب دون الثلاثين عاما ويضم المركز مساحات للإعلامين الشباب وأصحاب الأعمال والباحثين والمبرمجين وهوات الألعاب وله أجندة سنوية مليئة بالفعاليات والبرامج قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله نريد لشبابنا أن يكونوا الأكثر احترافا والأسماق يما نريدهم الأكثر تقبلا للعالم والأعظم اعتزازا بالوطن نريد لشبابنا الخير ولبلادنا التقدم والتطور بأيديهم جاء ذلك خلال افتتاح سموه وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد عنهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مركزا للشباب يعتبر الأفضل عالميا والأكثر شمولا لمتطلبات الشباب من دون الثلاثين عاما وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم بهذه المناسبة وجهنا وأخي محمد بن زايد بتعميم المركز على كافة أنحاء الإمارات لأن تنمية شبابنا مهمة وطنية عظيمة وشاملة ونريد أن نهيئهم لقيادة التنمية في وطن عظيم يشمل الجميع مضيفا سموه شباب الإمارات يستحقون الأفضل ونتوقع منهم الأفضل ونراهن عليهم لمستقبل أفضل لبلادنا وأضف سموه وجودي وأخي محمد بن زايد اليوم في افتتاح هذا المركز هو رسالة للشباب بأن أمامهم مسؤولية كبيرة ورسالة لكافة المسؤولين بأن يهتموا بالشباب ويعطوهم دورا في تحمل جزءا من مسؤوليات الوطن من جانبه أشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد أنهيان بمركز الشباب الذي يعد إضافة جديدة ومتميزة وبيئة حاضنة ومحفزة لإبداعات ومواهب الشباب مؤكدا سموه أن الاستثمار في طاقات الشباب تشكل ركيزة أساسية في نماء وتطور الدولة وقال سموه ننتظر من شبابنا عطاء ومردودا كبيرين للوطن فهم منبع المبادرات والأفكار الريادية وما نراه منهم يثلج الصدر ويمنحنا الثقة بمستقبل واعد وسيظلون محل رعاية واهتمام دائمين من قبل القيادة وأوضح صاحب السمو ولي عهد أبو ظبي أن سر نجاح التجربة التنموية الوطنية يتجلى فيما نوفره من بيئة داعمة وإمكانيات وأدوات تكرس الإبداع والإنجاز والابتكار لعنصر الشباب وهذا المركز وغيره من مراكز الشباب يمثلون محطات أساسية في هذا النهج وتمنى سموه لجميع أبناء الوطن التوفيق والنجاح وبدل مزيد من العمل والجهد والمشاركة في تعزيز مسيرة الخير من أجل رفعة وطنين الغالي وقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آنهيان بجولة في المركز وتحدث سموهما أيضا خلال الجولة وعبر الدائرة التلفزيونية المغلقة مع مجلس شباب الإمارات في الولايات المتحدة والذي نظم بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آنهيان مؤخرا ملتقى يا زايد الذي لاقى نجاحا كبيرا وعبر سموهما وعن تخرهما واعتزازهما بأبناء الإمارات المبتعثين إلى الخارج وهم يؤدون وأجبهم الوطني ويحملون طموح شعب ومستقبل وطن وأضاف سموهما أن جميع شبابنا تقى عليهم المسؤولية ولكن مسؤولية شبابنا في الخارج مضاعفة لأنهم يمثلون وطنا بأكمله بأخلاقه وهويته وقيمه ورقية وواجبهم أن يكونوا خير سفراء لوطنهم وقيمه ورقية